الله، الله، والحمد لله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وحجل فرجهم وعن أعداءهم قال المات فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا يقول الشارح رحمه الله عملا بما دل على حجية رأيه في أي اعتبار إذن إذن فتوى الماتين الذي يقول بأن هذا العمل الصادر من الجاهل الغافل من الجاهل القاصر أو من الجاهل المقصر إذا تحقق منه قصد القرباء وكان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان هذا العمل عملا صحيحا وكان مجزيا ولا مانع منه هكذا يفيد الماتين والشارح يؤكد كلامه ويقول أن في هذه الحالة يكون العمل صحيحا في مقابل تلك الحالة السابقة وهي ما إذا جاء المكلف بالعمل من دون ماذا؟ من دون استناد إلى حجة شرعية من دون عمل باجتهاد ولا عمل باحتياط ولا عمل بتقييد هكذا هو اختار واحدا من المحتملات احتمل شيئا احتمل وجوب التمام احتمل وجوب القصر فجاء بالتمام مثلا في مثل هذا الحال إذا كان بهذه الطريقة وكان ملتفت إلى جهله وكان ملتفتا إلى ماذا؟ إلى عدم وجود الحجية عنده وعدم وجود الدليل لديه مع ذلك ماذا؟ مع ذلك جاء بهذا العمل حينئذ بفتوى الماتين يكون العمل باطلا على ما تقدم في البحث السابق وبفتوى الشارح يكون العمل صحيحا إذا تأتى منه قصد القربة لأنه في بعض الأحيان الإنسان يكون تمرده محدودا هو لا يريد الإطاعة التامة ولا يريد المعصية التامة وإنما يقول أنا إذا كان هذا الشيء هو الواجب أنا أأتي به إذا لم يكن هو الواجب بل كان الواجب غيره أنا لا أأتي به إذا كان المطلوب من عندي مثلا إذا كان المطلوب من عندي إطعام الخبز فقط أنا مستعد لإطعام الخبز إذا كان المطلوب مني إطعام التمر والتمر غالي فارضا غالي الثمن أنا لا أطعم التمر فارضا بالإمكان افتراض أن بعض المكلفين يمتنعون عن بعض الواجبات يمتنعون عن بعض ماذا عن بعض الأمور اللازمة عليهم بمقتضاء حكم العقل وحكم الشريعة ولكن يفعل الواجب الآخر يتمرد في جانب ويطيع في جانب آخر فلماذا نقول أن جانب الإطاعة يقع باطلا أيضا هذا ما تقدم من الشارع الآن يقول ماذا الشارع يقول عملا بما دل على حجية رأيه باعتبار أن رأي هذا المجتهد هذا المجتهد الذي يرجع إليه الآن يقول له بلي كان عملك أن تصليت تماما تبين أن عملك صحيح مطابق للحجة لأن هذا المرجع هذا المرجع التقليد هذا المجتهد يفتي يوجو بالتمام فحينئذ يقول له بلي عملك صحيح لا مانع منه إذا تأتى منك قصد القربة والمفروض أنه في حين العمل في فرض المسألة الأخير قال أما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القرب فإذا تحقق منه قصد القرب يكون عمله صحيحا لا مانع منه لا مانع من الصحة والحال هذه فإذا نبني على أن عمله صحيح وعلى أن عمله مجزي هكذا إذا كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقريده المجتهد الذي قلده بعد ذلك وأفتى له بالصحة واضح هذا ما يفيده طيب قد يقال الشارح يطرح موضوع يقول قد يقال أنه لا الواجب عليه أن يأتي بالعمل على طبق الحجة في حين العمل وفي حينه لم يكن مقلدا لهذا المجتهد المجتهد الآن الذي قلده وهو المجتهد الحي فرضا هذا المجتهد الحي الآن لم يكن هو الأعلم في حينه لم يكن حيا لم يكن ماذا لم يكن هو الأعلم في حين العمل قبل أربعين سنة قبل ثلاثين سنة قبل عشرين سنة لم يكن هو المرجع لم يكن مرجعا واضح يمكن هكذا ولكن في ذلك الوقت كان هناك مرجع والمرجع الأعلم في حينه هل أن العمل كان مطابق لفتوى أو مخالف لفتوى فربما يكون فتوى المجتهد السابق تتنافى مع المجتهد الحالي ربما يحصل هذا الشيء قد يحصل الاختلاف بين المجتهدين في بعض المسائل فحينئذ هل يكفيه أن يكون العمل مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده الآن أو يلزم أن يكون مطابقا لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده في حين العمل وكان ملزم بحجة في ذلك الوقت كانت هناك حجة عليه في ذلك الوقت وهي قول المرجع المعاصر لذلك العمل الذي كان في زمان ذلك العمل واضح فهل يجب عليه أن يكون العمل هل لا بد أن يكون العمل مطابقا لفتوى مرجع التقليد في حينه أو الآن في حين التوبة وفي حين الإنابة أو في حين الالتفات بالنسبة إلى الغافل وبالنسبة إلى القاصر ما هو المطلوب يقول الصحيح أنه يكفي يكفي أن يكون موافقا لرأي المرجع الحالي لأن هذا المرجع الحالي كما ثبتت حجية فتواه الآن هي حجية فتواه ثابتة برحاض جميع الأزمة في الزمان السابق وفي الزمان الحالي وفي الزمان اللاحق ما لم يثبت خلافها إذا دلت دليل على خلاف هذه الفتوى نعمل بالدليل أما هي هذه الفتوى في حد ذاتها مجعولة الحجية بشكل مطلق مجعولة الحجية بشكل مطلق فحين نبني على حجية هذه الفتوى ولا يلزم الرجوع إلى فتوى المرجع المعاصر للعمل لماذا؟ يقول باعتبار أننا لا نبني على السببية يطرح موضوع أصولي يطرح موضوع أصولي هناك عندهم في بحث الأصول بحثوا هذه المسألة وقالوا بأنه هل أننا نبني في الأحكام الظاهرية نبني على السببية والتصويب أو أننا نبني على ماذا؟ على جعل الطريقية والتخطئة هذا يحتاج إلى توضيح هل نبني على السببية وبالتالي نقول بالتصويب بمعنى أن فتوى المرجع تكون سببا لتبدل الحكم الشرعي الحكم الشرعي الله سبحانه وتعالى مثلا جعل ماذا؟ جعل الحرمة بالنسبة إلى الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الله سبحانه وتعالى جعل الحرمة في الميتة الميتة حرام ولكن إذا أفتى لك المجتهد بجواز أكل هذا اللحم الخارجي مثلا اللحم المذبوح من قبل الكتاب قال لك أن اللحم المذبوح الحيوان المذبوح من قبل الكتاب ماذا؟ لحمه حلا فرضا وإن كان لا نقول به واضح؟ إذا قال هكذا إذا قال المجتهد إذا قال المرجع مرجع التقليد في مثل هذا الحال حينئذ ينقلب الحكم الشرعي يتبدل قد يقال هكذا يقال بالتصويب قد يقال أن الحكم الشرعي يتغير وينقلب يعني الشارع المقدس يبدل التكليف يقول أنت يا أيها المكلف المقلد لهذا المرجع أنا أجعل حكمك الشرعي ما هو؟ هو حلية هذا اللحم هذا اللحم لحم ميت لكن أنا أجعله ماذا؟ أجعله حلالا أجعله حلالا في حقك واضح؟ هذا يسموه التصويب ماذا؟ المحال لأن لازمه أن الله سبحانه وتعالى يغير يغير الأحكام بتغير المراجع بتغير المفتين فإذا المرجع الأول قال بالحلية حينئذ الله تعالى يحكم بالحلية إذا المرجع الثاني قال بالحرمة الله يحكم بالحرمة ثم إذا قال مرجع ثالث بالحرمة بالحلية أيضا يحكم بالحلية وهكذا وهل من بالإمكان وهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يذبذب أحكامه بل ربما يكون في زمان واحد يوجد مجتهدان أحدهما يفتي بالتحريم والثاني يفتي بماذا بالحلية فهل أن الله تعالى يفتي بالحرمة أو يفتي بالحلية هذا غير معقول محال هذا هذا التصويب المحال التصويب المحال قال يوجد عندنا التصويب نوعان ونحن نقول بالتخطئ الإمامية الإمامية يقولون بالتخطئ ويوجد عند مذاهب العامة مذهبان أحدهما يقتضي التصويب المحال والثاني يقتضي التصويب المجمع على بطلانه التصويب الباطل الآن نوضح نحن نقول بالتخطئ نحن نقول أن أحكام المجتهدين فتاوى المجتهدين الأمارات البينة كل هذه الطرق الظاهرية التي جعلها الله تعالى لعباده وخصوصا فتوى المجتهدين الآن محال الكلام فتوى المجتهد ماذا؟ تقبل الخضاء والصواب يمكن أن تخطئ الحكم الواقعي ويمكن أن تصيب الحكم الواقعي هكذا نقول بعض مذاهب العامة قالوا بماذا؟ قالوا بأنه لا الله سبحانه وتعالى يغير الأحكام بتغير ماذا؟ بتغير الفتاوى فعندما يفتي المجتهد عندما يفتي المجتهد بالحرمة يتحول هذا الشيء إلى حرام حتى لو كان في واقع الأمر حلال الله تعالى يغير حكمه الواقعي ويجعله على طبق ماذا؟ فتوى المجتهد هذا التصويب المحال اللي قلنا عنه ويوجد عندنا تصويب باطل وليس بمحال ليس معقول ولكن لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه ما هو هذا التصويب الباطل؟ الثاني التصويب الثاني يقول لا نحن لا نقول بأن الله تعالى يغير أحكامه الواقعية الموجودة في اللوحة المحفوظ الأحكام لا تتغير الله تعالى حكم على أن الإناء الفلاني نجس وأن الإناء الفلاني طاهر هذا الإناء النجس لا يتحول إلى طاهر هو نجس يمكن أن يطهر يمكن أن يغسل فيصبح طاهرا واقعا لكن قبل غسله هو الآن الآن قبل غسله هو شنو؟ نجس هو نجس وليس بطاهر لاحظون؟ ولكن ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل حكما ثانويا يجعل حكماً واقعياً آخر على طبق فتوى المجدهد ويجعله بديلاً ومجزياً عن الحكم الواقعي فمثلاً إذا كان الإنسان مكلفاً بالصيام في يوم معين على نحو الاستحباب كان التكليف هو الاستحباب ولكن المجدهد أفتع بماذا؟ أفتع بالوجوب قال يجب عليك صيام هذا اليوم حينئذ الله سبحانه وتعالى يصدر حكماً ثانوياً حكماً آخر غير الحكم الواقعي يصدر حكماً واقعياً ثانياً على طبق فتوى هذا المجدهد ويقول من يعمل بفتوى هذا المجدهد يجزيه عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي أو بالعكس مثلاً نفترض أن شخصاً أفتع بوجوب ماذا؟ بوجوب الإفطار في اليوم الثلاثين من شهر رمضان حكمه بثبوت العيد حكمه بثبوت العيد وحكمه بوجوب الإفطار والواقع أن هذا اليوم هو كان يوم الثلاثين من شهر رمضان فإذن هو في علم الله تعالى يجب صومه ولكن الله سبحانه وتعالى يحكم على طبق فتوى هذا المجدهد فيحكم للمكلفين الذين يعملون على هذه الفتوى بماذا؟ بإجزاء صيام تسعة وعشرين يوماً عن صيام ثلاثين يوماً في هذه السنة فرضاياً هكذا قل على أن يجزي فأنت أنت عندما تفطر في هذا اليوم يكفيك الإفطار يكفيك وإن كان في علم الله تعالى وهذا اليوم من شهر رمضان ولكن أنت باعتبار أنك عملت بفتوى المجدهد يجزي هذا هو التصويب لكن هذا التصويب يحتاج إلى دليل من أين لنا أن الله تعالى يحكم حكماً ثانياً على طبق فتوى المجدهدين فيحكم حكماً ثانياً على طبق فتوى المجدهد نفترض ألف الذي حكمه مثلاً بالاستحباب على رأي على رأي باء الذي حكم بالتحريم على رأي ماذا حكم ثالث بالكراهة ربما يحكم مثلاً وهكذا على رأي المجدهد الثالث هينئذن هل يوجد عندنا مثل هذا الدليل على أن الله تعالى يجعل أحكاماً ثانوية واقعية غير الحكم الأولي الواقعي يوجد حكم ثانوي واقعي أيضاً ماذا على طبق فتاوى المجدهدين بحيث أن كل مكلف يعمل بفتوى مجدهدين فهو عمله صحيح وعمله مجزي ومطابق للحكم الواقعي لكن مطابق الحكم الواقعي الثانوي الذي يجزي عن الحكم الواقعي الأولي هذا تصويب ماذا هذا تصويب لا دليل عليه بل قام الدليل على بطلانه لأن الأصحاب لأن الجماعة الإمامية المذهب كله يفتي ببطلان هذا النوع من التصوي ويقولون بأن المجدهد بشر يخطئ الواقع وقد يصيب الواقع ربما يخطئ وربما يصيب فإن فإن أصاب الواقع معنى أن المكلف عمل على طبق الحكم الواقع إذا أخطأ الواقع معنى أن المكلف أخطأ الواقع فتارثا نقول بالإجزاء إذا دل الدليل على الإجزاء وتارثا نقول بعدم الإجزاء إذا دل الدليل على عدم الإجزاء الإجزاء وعدم الإجزاء هذا حكم آخر لابد أن نبحثه في موضع آخر لكن تصويب ليس عندنا تصويب تصويب غير ثابت التصويب غير صحيب هذا هو مبنى الإمامي هذا المطلب الأصولي الذي أشار إليه ويقول نحن لا نقول بالتصوير نحن لا نقول بالسببية أن فتوى المجتهد تكون سببا لصدور حكم واقعي على طبقها لأن إذا صدر حكم واقع على طبق هذه الفتوى يكون هذا المكلف في ذلك الزمان مخاطبا بذلك الحكم الواقعي فإذا صار مخاطبا بذلك الحكم الواقع هو خالفه فلا يجزي عمله لا يكون صحيحا ولا يكون مجزيا لاحظتوا يقول نحن لا نقول بالتصوير بل نقول بماذا نقول بالتخطئ فإذا لا يلزم أن نعمل بفتوى المجتهد الذي كان معاصرا للعمل قبل عشرين سنة حصل هذا العمل فرضا هذا الحج الإنسان حجر إنسان صامر الإنسان صلى تماما لا يجب لا يجب أن يعمل أن يكون ماذا أن يرجع إلى المرجع الموجود في ذلك الزمان الذي كان موجودا وكان حجة في ذلك الوقت واضح لا يجب لا يلزم ذلك لحدم الدليل على ذلك واضح؟ قال رحمه الله عملا بما دل على حجية رأيه ولو بعد العمل مع عدم ورود الشبهة المتقدمة هذا أيضا إشارة إلى الشبهة السابقة من الشيخ الأنصاري ظاهرا يبدو أن قصده هو هذه الشبهة التي تقدمت في الدرس السابق قلنا أن الشيخ الأنصاري قال بأن الاقتصار على بعض المحتملات ماذا الاقتصار على بعض المحتملات من دون بناء على فعل الباقي تارة يكون الإنسان في صدد الاحتياط فيعمل بعض المحتملات بالتدريد شيئا فشيئا إلى أن يأتي بجميع المحتملات يطهر جميع الأواني العشرين في مثالنا السابق أو يصلي قصرا وتماما يجمع بين الأمرين هذه حالة الحالة الثانية أن يبني على أن يقتصر على واحد منها يقول أنا لا أصلي صلاتين أنا أصلي صلاة واحد أصلي صلاة الظهر تماما وانتهى إذا كان المطلوب مني القصر أنا لا أصلي لا أطيع إذا كان المطلوب مني التمام أصلي إذا كان المطلوب هو القصر أنا لا أصلي فرضا فإحنا بينا أن هذا القصد لا يتنافى مع قصد الامتثال لا يتنافى مع قصد القربة يمكن أن يتأتى وأن يتحقق من هذا الشخص قصد القربة يمكن أن يقصد القربة لماذا؟ لأنه يقصد القربة بهذا العمل بعض الأفراد يأتي بها ويطيع في سبيل الله ويأتي بهذا العمل لكن يعجز ويمتنع وماذا؟ يتعاجز ويتكاسل عن الإتيام بالبقية لا ممكن لكن لماذا نقول أن العمل الأول الذي جاء به وهو التمام يكون باطلا؟ ماذا يكون باطلا؟ لا يكون باطلا إذن هذه الشبهة دفعناها لأنه لو كانت هذه الشبهة صحيحة لكان قد يقال هنا قد يقال أنه في المقام لا يصح منه هذا العمل لأن على كل حال هو يقع باطلا سواء كان موافقا للحكم الواقعي أم كان مخالفا للحكم الواقعي لأن عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل كما سباب لكن هذا وين يتأتى؟ إنما يتأتى هذا القيد على مبنى الشارح لأن الشارح يقول بأنه حتى في صورة الالتفات يمكن أن يتأتى قصد القرب أما على رأي المات الذي قال بأنه كلامنا الآن في الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القرب بعد لا يأتي هذا الإشكال أصلا واضح؟ فتأملوا جيدا قال مع عدم ورود الشبهة المتقدمة أما اعتبار مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده حال العمل لا دليل عليه لا يوجد عندنا دليل على أنه لا بد أن يتطابق هذا العمل الآن الحالي الذي وقعه العمل الذي وقع يجب أن يتطابق مع رأي مرجع التقليد في حينه لا دليل على ذلك أي شكل قد يقال بل اللازم مراجعة الحي الآن هذا الحي الذي هو موجود الآن عليك أن تقلده فتنظر وتعرض عليه عملك تقول أعمالي السابقة كذا وكذا أنا في السنة الفلانية حججت بلا تقليد في السنة الفلانية صمت بلا تقليد في السنة الفلانية في الوقت الفلاني صليت تماما في الوقت الفلاني صليت قصرا فما هو حكم هذه الأعمال هل أنها مجزية أو ليست مجزية فإذا قال المجتهد الحالي المجتهد الأخير إذا قال بأن هذه الأعمال صحيحة يجزدك الإجتزاء به إذا قال هذه الأعمال يجب عادتها عليك الإعادة وسيأتي مزيد بحث وتحقيق لهذه المسألة ولهذا الفرع بالخصوص إن شاء الله في المسألة الثالثة والخمسين من هذا الكتاب قال فلا دليل عليه فإن أدلة الحجية لا تقتضي السببية لا تقتضي السببية كما هو محقق في محله نحن عشرنا كيف أنه لو كانت تقتضي السببية لكان اللازم هو أن يكون العمل مطابقا لذلك الحكم الواقعي لأنه الله سبحانه وتعالى يجعل حكما واقعيا على طبقي فتوى المجتهد المعاصر الذي كان في زمان العمل فإذا الله تعالى حكم بذلك الحكم وقال بأنه حكمك الواقع الآن هو ماذا؟ هو القصر هذا الشكل قال حتى إذا جاء مرة أخرى وقال حكمك اللاحق هو التمام الآن يعني بعد تقليد المرجع الثاني عندما كان مقلدا للمرجع الأول كان يجب عليه القصر عندما صار مقلدا للمرجع الثاني الله تعالى يحكم بحكم جديد ويصدر حكما واقعيا جديدا على طبق رأي المجتهد الجديد يقول يجب عليك التمام لكن في زمان المرجع السابق كان يحكم بماذا؟ كان يحكم بالقصر فيكون عمله مخالفا للحكم الواقعي فيجب عليه الإعادة لاحظتوا؟ فإذا لو كنا نقول بالسببية لكان لا يجزي لكن نحن لا نقول بالسببية نحن نقول بالتخطئة أن المرجع قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع الآن هم عندنا حجة شرعية على الواقع وهي قول المجتهد الحالي وليس المجتهد المعاصر للعمل قبل عشرين سنة لا المجتهد الحالي يقول عملك السابق صحيح وفتواه مجعولة الحجية على نحو الأطلاق بنحو أن يشمل الأعمال الحالية والسابقة واللاحقة بمقتضاء دليل الحجية الذي جعل الحجية للفتوى فتأملوا جيدا فالمطلب دقيق ويستحقوا التأمور كما هو محقق في محله المسألة الأخرى طبعا الماتن أضاف شيء أضاف شيء الشارح لم يعلق عليه نحن نوضحه قال والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل هذا يكون أحوط هذا يكون أفضل لأنه من خلال ذلك يحرز يحرز أنه قام بالعمل المطابق لماذا؟ للحج الشرعية لأن الحج الشرعية إذا كانت اللازمة في حقه هي العمل على طبقي فتوى المرجع المقارن المعاصر للعمل فهو هذا العمل مطابق لقول ذلك المجتهد وإذا كان المطلوب هو أن يكون العمل مطابقا لفتوى المرجع الحالي بعد الالتفات وبعد ماذا؟ وبعد ارتفاع القصور والعلم والالتفات حينئذن هو الآن أيضا هذا يفتي بماذا؟ بوجوب التمام هو مصلى تماما فيكون عمله صحيحا على كل حال لاحظتوا؟ هكذا قل هذا أحوط نعم هذا هو باب الوصول إلى جميع المحتملات ولكن ليس بلازم لأن الحج الشرعية قائمة على كفاية فتوى المرجع الحالي حج قائمة على أن هذا المرجع الحالي جامع للشرائط ولما كان جامعا لشرائط فيجوز الاستناد إلى فتوى على كل حال سواء وافقت فتوى المرجع السابق المعاصر للعمل أم خالفتها؟ لا فرق بين أن تكون هذه الفتوى موافقة لتلك الفتوى أو لا المسألة السابعة عشر المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة في هذا الموضوع في هذه المسألة يتعرض الماتن رحمه الله إلى ماذا؟ إلى توضيح معنى الأعلم قلنا في الأبحاث السابقة أنه يجب تقليد الأعلم طيب من هو الأعلم؟ حتى نقلد الأعلم ما هو المقصود بالأعلم؟ هل المقصود من الأعلم أن يكون مثلا أعلم بمسائل الفقه؟ أو المقصود أن يكون أعلم بمسائل ماذا؟ بمسائل الأصول؟ أو أن يكون أعلم بماذا؟ بالقواعد الفقهية أو بمسائل الرجالية أو غير ذلك أو تفصيل معين ما هو المقصود من الأعلم؟ ما هو المقصود بكونه أعلم؟ يقول الماتن رحمه الله المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد من يكون أعرف بالقواعد يعني القواعد الأعم من قواعد الأصولية القواعد الفقهية قواعد الرجوع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد والعمل والإفتاء كيفية الإفتاء أعرف أعرف بعملية الاستنباط هكذا أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها لأن الإنسان الذي يكون مطلعا على نظائر المسألة يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يستكشف دقائق الأمور والفوارق بين هذه المسألة وتلك المسألة هذه المسألة مشابهة لتلك المسألة ولكنها مخالفة لها ليست عينها للتمايز فيما بينهما بمائز معين هذا الالتفات إلى مثل هذه الأمور الأطلاع على النظائر وماذا؟ المخالف والمناظر والقريب والبعيد هذا الأطلاع على هذه التفاصيل يجعله أقدر على استنباط الحكم الشرعي أقدر على معرفة الحكم الواقعي بعد وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار أكثر اطلاعا للأخبار أكثر معرفة للأخبار أكثر ماذا؟ إحاطة بالأخبار لأنه ربما يأتيك خبر في باب غير متوقع يتعرض لك عن مسألة سابقة في باب آخر في موضوع آخر ربما تجد مثلا مسألة تنفع في باب الصيام أين؟ في مسائل الصلاة ربما تجد مسألة تنفع في باب ماذا؟ في أبواب الحج في مسائل الوضوء أو مثلا حتى في المعاملات ربما ربما تنفعك مسألة أو رواية تأتي في باب المعاملات تنفعك في باب العبادات وهكذا وللأخبار وأجود فهما للأخبار أكثر فقاهة لابد أن يكون أكثر فقاهة وأكثر فهما لمفاهيم الأخبار ولماذا؟ لمعاني الأخبار والحاصل أن يكون أجود استنباطا هذا اختيار الماتن والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط هذا ما أفاده الماتن لكن ننظر هل أن الشارح يوافق على ذلك؟ أو ماذا؟ أو لا لديه نظر في هذه المسألة سيأتي بيانه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصد الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد